لتشهدوا جميعاً في تحدي بيني أنا والملهلب مهام أفركل مين اللي هيوصل 200 ألف سبسكرايبر الأول يا ترى الدنيا ماشي أزاي مستحيل ولما افتكرت ان الأمور مش هتبقى أسوأ من كده هو ده بالضبط اللي قناسني جات لي فكرة مش هستسلم بسهولة حتى لو دي كانت آخر حاجة هعملها ده مش هيوقفني ايوه سأقضي عليك ده بالضبط اللي قناسي مش هوقته يعني خلاص كده أنا آسف أنا حاولت بس خزلتك وكلكم أنا آسف جداً بالضبط اللي قناسي المهم ربنا يستل بس من التحدي اللي هتطلبوا مني اشانا احنا كنا مت فيقين ان اللي هيخسر هيطلب منو يعمل حاجة فا ايه يا رب تعد على خير اوه احنا كان فيه فيديو Q1A كان مفروض نعمله مش كده ايه ماتخافوش انا منسيتوش سانية واحدة بس كده اجهز نفسي اههك اهلا بيكم يا شباب في فقرة محدش مهتم تا 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 ما نشوف البوست اللي نزلنا من كم يوم كده جاب كم سواه ايه كل ده حيث صوتي رايح خالص وبعلي كتير مكلمتاش مهن قادمين فانا نست انا باتكلم ازاي فاعذريني لو تقتل في الفيديو ده هحاول ازبط كل حاجة بالمونتاج المهم باختصار هنعمل فيديو اسئلة للمتابعين عشان ليه لا اي حد عنده سؤال وعايز يطلع في الفيديو اكتب السؤال بتاعه في الكومنتات سؤال سؤال واحد بس ايه ده ايه كل ده كل واحد كتب لي ليستة اسئلة ولا كأنها قيمت مشتريات بس انا هحاول ارد عليهم كلهم مش كلهم مش كلهم دول تلات تلاف ونص انا راجل فاضي اه بس مش درجاتي بس قبل ما نبدأ ثانية كده ااحا اهلا وسأل انا ده تحياتي اهلا اهلا هفضل واي فتحتك كده لو ما عندكم شمانة هروشكو شوية طيب ما فوض ان يديلكم بس شكلها شكلها مش احسن حاجة فانا مزومين كده اهلا الخط الخط الي بستعملو في الفيديو هاته هاه عارف تركبه عالمتصفح ازاي معرفش فاسوء خلفية صود عشان عينينا ما توجعناش عندك كم سنة؟ تدوني كم سنة؟ اه اوكي خلاص لاسف اه عندي 22 انا راجل عجوز عارف الانيمي يطلع ايه الانيمي دي؟ ايوه حكيب ما اخش عادش ايه السؤال ده؟ ايه السؤال ده؟ افضل لعبة ليك كينة جسر الارواح لعبة دي لعبة جميلة جدا عظيمة انا ختمتها 3 مرات على اصعب حاجة ومستعدة اختمها تاني ومش هزهق منها اسوأ لعبة ليك انت منين؟ وانا اللهجة بتاعتي مش باين عليها خالص ان انا منين؟ بليس طلعني في الفيديو ايه خدمة وقلب الله اخذي قلب ليه بتتأخر في الفيديوهات والامتحانات خلصت؟ عشان انا لسه مخلص امتحانات امتحانا ملحقتش هاخد نفسي ليه ما بتطلعش فيسك اه؟ بتكسف امتى تورينا الدرع؟ لما ييجي المفروض ان الدرع هيوصل النهاردة مستنيوا يرنوا عليها يا رب يوصل بس عشان انا اخر مرة جاتلي حاجة من ليتيوب حسن مشكلة والحاجة مجاتش فيا رب الدرع على هملي ييجي بعدما خلص تسجيل الفيديو بتاع الكيون ايه اتصلوا بي وقالول ان الدرع ستسجيل وانزلت استلمته الكاميرا واعت فتح ازا اي ده با ان شاء الله ااه اه انا حاس ز back طنطططا بص انا هقرهاركو عشان انا مش الجودة معفونا خالص ده كان تقريبا لأ اكاونتي الفيك ممكن الناس تكون لقيتك وهي بتدور على اليوتيوب ده ممكن تكون تلحت لهم في الركومنتيشن ممكن او من تحت السريخ ايا كان هما لقوك ازاي دول المواجبين بتوعك وفضلوا موجدين هنا والاركام فضلت تكبر تكبر عشان الكميونتي اللي انت بانيته الله فاخرين بك عشان وصلت مئة الف ومعافش ايه ويشوفنا ناحن احنا اديك السلور كرياتور اوارد للفد ايه ده اهو بالدير اهو انا نسيت انه هنا اصلا انا تعمقت في الورق اهو اهو عطى كبير كبير موام اوفور كو اهي شاه فينها اهي مش باينة دي بودرة دي ولا ايه اناleyeيوتيوب لو شوف الفيديو ده مشحيبعتلي حاجة تاني حدش يسألل انا ليه قاد على طرامزها عليها مخدة بدل الكرسي كسة طويلة اوي كم واحد تلالك من تحت السرير؟ ببطلت عده والله يا علاقتك مع ام يولي عدوتي اللادودة بس ساعات بنعمل هدنة ما بيننا ونتلع لايف ونلعب روبلوكس وماينكرافت عمرك شفت حد بلعب روبلوكس مع الادة عدو؟ خلال بتفكر تغير محتوك او تنوع فيه ولو هتعمل كده هيكون ايه المحتوى الجديد؟ انا مش ممكن اغير محتوى بس ممكن اغير نوع الالعاب اللي بلعبها لكن هيفضل محتوى محتوى علعاب زي ما هو مش هغاير محتوى بتاعي بالنسبة 180 درجة عشان الناس مش هيعجبها الموضوع ده انت داخل تتفرج على واحد عشان بيلعب وانت بتحب الالعاب ليه توفجأة بنزل فيديوهات طبخ ايه ده؟ الا لو انت بتحب الشخص ده نفسه ما عندكش مشكلة مستعدة تتفرج على الشخص ده ايا كانت ايه هي الحاجة اللي بيعملها ما عرفش ليه عندي اساس انه تخصص تجارة ليه؟ آه ايه ايه ايش تخصصك الجامعة؟ نزموا معلومات انا حجر عبطوق لدم امك طيب فيه اسئلة متكررة هنا في ايه سؤال متكرر مش هرد عليه بس قديني بطلع شكلكو واحد معرفش ليه من امتى بدأت تلعب علعاب وبدأت مسيرة الجيمينج الخاصة بيك بصفة عامة تقريبا من هو انا عندي من هو انا طفل كان عندنا كمبيوتر قديم عارف انت الكمبيوتر العجوز دة اللي الشاشة بتاعته تطخينة كده هو ده كنت باع العب عليه اه كول اف ديوتي مش فاكر كاة 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 اف ديوتي ايه بس كاة او قاديمة كده. كان عندي ساعتها سبع سنين تقريبا او ست سنين. كتدي اول لعبة ختمها ولسه بختمها من قريب برضو. اه لا حد ما فيهاش يرجع بالزمن ليه? ايه اكتر لعبة تحساب بتجيب دعم للقناة? في سواء فيديو عادي او شورتس ما شاء الله يعني بتجيب بتجيب ريتش عالي قوي. ان التريند بتاعها شكل وكده مطول معنا ولا بقى مش راضي هتموت خالص. خصوصا اي فيديو يزهر فيه الوقت بتاع اللبن دوت. الاقي الفيديو كده ربع مليون مشاهدة. ايه? ايه? في ايه? الوقت ده على فكرة بقى. لا لا انا ما اسمح لكش. لا لا من فضل. هل فيه قناة او قنوات قبل القناة ديت? يا ما تفكرنيش. انا عندي ماضي اسود. بحاول انساه. هباحكي لكم عنه بعدين. كترت الاسئلة بس ما عرفش ليه حبيت موضوع الاسئلة? لا باشا ولا يهمة كتت تعمل اللي انت عايزه. ايه اكتر انمي بتحبه? ايه دي لي ليس كول بويز. للم ده ده حاكني قوي وعدت وتفرجت عليه مرة بالدبلجة ومرة بالياباني ومرة بكل حاجة حرفيا. ولسه بده حاكني برضو لحد دلوقتي. واحد بيرد عليه بيقول له اكتر لا ما بيحبها سايكو. الله يا مغفل. ان فا تلعب بوبي بلاي طايم انا ختمتها. ولتقول ايه? اه دي حاجة ما حدش عارفها. الناس عمين يقولوا لي لعب بوبي بلاي طايم من ساعة ما نزلت. انا ختمت كل اجزائها. بس اللي ابا كانت تتقل من حياتي وكانت بتعلق فما عرفتش اصور فيديو عنها. فلعبتها كده الواحد كده مع نفسي. خلصتها ومسحتها ولا كأن اي حاجة حصلت. فبطلوا تطلبوا بينا لعب اللعبة دي انا لعبتها. ومشكلة ان فيه ناس بيكترحوا عليا اللعبة دي بطريقة مستفزة. عليا واحد بيقول لي مهام مهام عندي ليك اكتراح. بس يزم ترد عليش انا اقول لك ايه هو الاكتراح ده. وانا اروح اكتب له وارد عليه. اقول له ايه هو الاكتراح يا ترى. انا عندي ليك لعبة جمدة جدا وهتجيب مشاهدات. ايه ده بجد? ايه هي? اسألني اسألني ايه هي? ايه هي اللعبة بوبي بلاي طايم سمعت عنها قبل كده? بره خد بان خد خد كل حاجة. انت ابت زلني كل ده. مين ما يعرفش بوبي بلاي طايم? مين ما يعرف هاش معلش? ايه انت هتطلع وشك? والله انا كنت ناوي اه اطلع وشي لما اوصل مئة الف مشترك بس انا ما توقعتش اوصل مئة الف مشترك بالسرعة دي. ثانيا انا بعد التنمر اللي شفته حصل في دريم لما اطلع بوشه انا خفت الصراحة وغيرت رأيه. اي دولة نفسك تزورها? اي حاجة غير مصر طلعوني بالمكان ده. عندك اخوات صغيرين عندي اخ صغير عايز او هخش الجيش بسببه. اهه. قوت ليه بتفرج على الفيديو ده دلوقتي هو قاعد عمال يضحك. عيد مبارك يا العيد خلص انا اسف ان ردأت متأخر بس الله يبارك فيك. هل هتنوع علاقة اكتر في المستقبل? لو انا زهيت او المتابعين زهق من اللعبة هتغير. ممكن متابعة? انت بتعمل اعلان عندي في الكنالة. اه مش نعمل لك متابعة ليه? لأ. انت راضي على محتوىك? لا. هل جاءت لك فكرة قبل كده انك تعتزل? ايوة. ممكن متابعة ايه دي تاني? المهم. اه بس بعيدا عن الهزارة انا موصود بالمحتوى بتاعي. يعني لحد دلوقتي ودائما الفيديوهات يعني بتطلع عسل مما انا تخيلتها. قبل ما اعمل الفيديو او قبل ما اعمل اي حاجة بقى تخيل الحاجة دي. بعد ما اعمل الحاجة دي بتطلع عسل مما تخيلتها. وااااا اعتزل في مرة? لا. مش هعتزل. بس لو حست ان عليا ضغط او حصل اي حاجة مشاكل كده ولا كده. مش هعتزل بس ممكن اقلل تنزيل فيديوهات عن العادي. ايوة اكتر من كده هتشوفوا مين الفيديو في السنة. مين شجعك ودعمك انك تفتح القناة وتصل للمحتوى ده بحد تشجعني. ولا حد احبطني. انا اي حد كان يعرف ان انا عندي القناة ما كانش بيهتم. بس دلوقتي بعد ما بقيت ناجح كله فجأة مرة واحدة بقى مهتم. والناس كلها افتكرتني وبيعت تسأل في ايه. ايه اكتر اكلة بتحبها? اه السؤال ده السؤال ده جامد. انت جوعة ثانية. ايه مكرونة باللحمة مفرومة. الاكلة دي لو حد عملها لي انا مستعدة ضحي بحياتي عشانه. ايه دي حاجة انا بحبها اكتر من الاندومي. ايه هو كارتون طفولة مفضل لك? كارتون فهو طوم مجري. بدون نقاش. محدش محدش يحاولي غير الرأي. ده اجبط كارتون اي طفل يتفرج عليه. ولسه بتحبه انا لسه تافه زي ما انا ولسه بحب اتفرج على الحاجات دي. وعلى فكرة بقى الكارتون ده مش تافه. دي طحفة فنية. ده كارتون. لما كنت بتابع اه كان اسمه دريم لاند او دريم لاند. تقريبا مش فيه عارف انا بانطاها صح ولا لأ. ده كان ايه رائع جدا. مش فاكر منه اي حاجة بس اللي فاكره انا كنت بسوطه انا بتفرج عليه. اكتر اغنية عربية بتحبها. اكتر اغنية انجليزي بالحبها. انا مش هينفع رد على السؤال ده عشان في ناس هتفتل تصيح في الكومنتات وتقول لي ان اغاني حرام. مش كلا ان دي حقيقة انا مفاشل طريقة اليوم ام وصح. كيفاني في اغاني شاغلة في الخلفية دلوقتي وغلبا هيشتموني على الكلام ده كمان. انت منين من مصر بالزبط. بالكاهرة. بس مش هقول بيانات اكتر من كده. انا عارف كنت عايز ان تخطفوني. اسمك الحقيقة ايه? بص 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 الحركة دي بص الحركة دي بص الحركة دي. مهام. مش معقول. حالة كان عندها قناة يوتيوب غير دي. ايوة. اهههههههه. فكرنيش. انا البداية بتاعتي كانت يعني. لا يعلم بها لو ربنا. انا كنت بقى الفيديوهات كاتشا لايف. محدش يسأل. محدش يسأل. هربط الفرج على انيمي مش قوي. واغلب الانيميات اللي بتفرج عليها انيميات مش مشهورة اصلا محدش عارفها. كان نفسك تعمل قناة بمحتوى تاني. انا فكرت في افكار كتير تانية بس هو احلى حاجة لجييميج عشان يعني على الالي هكون بعمل حاجة بحبها وحاجة مسلية يعني هبقى باستمتع في نفس الوقت باللعبة. وانا بمنتج هبقى بمنتج لعبة وفهم انت مش بمنتش حاجة مملة شوية يعني. هبقى مستمتع في المنتج وفي التصوير. ده ده اللي انا افتكرته. ما توقعتش اني هلاقي نفسي بلعب سايكو. وبمنتش فيديو خمس ساعات مطلوب مني حاول خمس ساعات دي تلت ساعة. هالمتابعين اكتلاولك متحت السرير? همم سواء جميل جدا. سانية كده اما اروح اشوف. هل ممكن تورينا وشك في المستقبل? هو انا مش بحاول اخب الموضوع. انا في ناس كتير شافت وشي. ناس من المتابعين. مش بحاول اخليه حوار كبير. وعملوا فيديو مخصوص. وتركبه. وشي وهام. لا انتو. انتو يوم انا كازهق وقررنا اطلع بوشي هتلاوني تلات فجأة كده في نص الفيديو بدون سابق انذار. وهتلاقوني بتكلم عادي جدا. ولكني في اي حاجة. عشان انا مش عايز قديكوا اماله وطموحاته في الاخر بعد ما تشوفوا شكلي اه طموحات كوكولاتة اتدمر. انا شكلي بنقدم طبيعي جدا. محدش يتصدن لما يشوف شكلي. شكلي زي الخرا. لمي مش بيتحاول فيديوهات مثلا اعتقد ان صوتك مثل المدبلجين بجد. الله شكرا ان انا انا بفرح اول ما حد يقول لي كده. هو انتو تقريبا موضوع الدبلاجة ده انتو اللي حططوه في دماغي يعني كل شوية ناس تقعد تقول لي صوتك عامل زي فليندرايدر. صوتك عامل زي ما عرفش مين. انت تنفع في الدبلاجة. حاسس اني بتفرج على كارتون. صوتك شبه الشخصات الكارتونية. انا بحاول انا بتعلم دلوقتي. بس لا لا بس اي عليكم في فيديو القطط اللي انا عامله كان كان فيديو رائع جدا يعني بجد يعني بجد لا 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 احسن من 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 اي فيديو قطط في العالم. انا بلقح على فكرة. ممكن متابع انت تاني. لا بقى كده كتير بقى. ايه اكتر فيديو بتحبه في قناتك? الفيديو بتاع لسه اللي ما كنت بلعب انا والرجالة الفيديو ده دحكني جدا ان اول مرة اعمل منتج لفيديو وانا باتحك. انا اتحكت وانا بلعب واتحكت وانا منتج وبعد ما نزلت وتفرقت عليه تاني واتحكت تاني. الفيديو ده اه مش جاية مشاهدات اه مش ماخت حققه الصراحة فيديو ده انضررت جدا اللي ما شافوهش يروح يشوفه فيديو صراحة بيدحك اوي. وابس كده. اسفا اتولتوا في الاسئلة ولا يهمك. ايه اكتر سلسلة بتحبها في القناة? انا ما عنديش غير سلسلتين بس. ياندري وصايكو والاتنين انيال من بعض. بتحب متابعينك? هو انا عندي اختيار? جدا 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 يعني. جدا. ليه ما بتلعبش علعب شوطر? بلعب. مش معنى ان انا ما نزلتش فيديو عن لعبة يبقى انا ما بلعبهاش. اعطي نصيحة لكل واحد بده يصير يوتيوبر. يا سلم. ايه الرعب ده? ايه نصيحة صدفة طبيعتك. ومتخليش الموضوع صعب. ما تبقاش بتعمل محتوى وبتمثل كمان. اعمل محتوى عن حاجة انت بتحبها. عشان لو نجحت في الحاجة دي وكملت معاك ان شاء الله وبقى اديش اغلانتك الاساسية اللي مضطرة تعملها طول حياتك. تبقى بتعمل حاجة اللي انت بتحبها طول حياتك. وما يكونش هدفك الفلوس والمتابعين. مهم انك تكون مبسوط. وكده كده الفلوس والمتابعين هيجوا. طالما انت بتعمل حاجة انت بتحبها. فالحاجة دي هتطلع حلوة. وانت الحاجة دي معمولة بنفس. الا لو انت عندك اكتئاب زي حالاتي. ساعات انت فعلا مضطرة تمثل. ادعى ان الرجل ده عايخ بنعاية. فيه الف واحد بيكراش عليك. ليه مش عايز تسوي الفيس كام? عشان الالف واحد دول هيبوا سالب الف لما يشوفوا شكلي. رونالدو ولا ميسي? انا هماليش في الكورة. لازم تختار ما تقولش والله ما بعرف في الكورة واختار واحد منهم. يووو لازم يعني? اهو انا واحد فيهم اللي كان بيقولش مين اكتر يوتيوبر بتحبه? مارك بلاير. بتفرج عليه من وانا في وتروش ولا فيديو. مين شخصيتك المفضلة في الانيمي? ميكو. هي مش شخصية في انيمي? بس هي شخصية انيمي. طبعا مش محتاجة اقول انا بحب الشخصية دي ليه? سلاحك ايه في الجيش? ليه? ليه? ليه السؤال ده? ما تفكرنيش. مش عايز اعرف. ليه مش بتوررين بتاعة اللعبة اللي بتلعبها? وتشرح القصة? انت فعليا بتدخلنا جوه اللعبة على طول? اتمنى منك تبقى تشرح القصة او ملخص. انا انا نفسي مش فاهم القصة انا بلعبه خلاص. بزي اللعبل كده مش عارف ايه اللي بيحصل. بس انا مبسوط. ايه لعبة ايه اللي بيحصل بقى الله اعلم. انا عايز حد يشرح لي انا اساسة. طولك قد ايه? طولك كم سنتيمتر? كم طولك? هم اللي الناس كلها عايز تعرف طولي? كم طول? ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. ايه هو التطبيق اللي بتعمل بمونتاج? برنامج معاك كده اسمه محدش بيستعمله ومنصحش حد يستعمله برنامج سيء جدا بس انا بستعمله عشان هتعودته عليه ومكسر هتعلم على ايه برنامج جديد. انت ليه ببتنزلش كتير? ايه 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 ايه. هقولك ليه? انا ماشي بمبدأ انا مش عارف ربنتها صح ولا غلط. من الاخر بحب اتعب على الفيديو عشان الفيديو يطلع حلو في الاخر. حتى لو اخد مني سنة. فانا شايف اني بقى عندي فيديوهات قليلة حلوة. احسن بقى عندي فيديوهات كتير وحشة. معنديش سؤال بس عايز اطلع في الفيديو. اشتا يلا بينا. ما هو سر تهديد المتابعين تحت السرير? زمان قبل القناة ما تتشهر كنت كاتب في البايو بتاعي اشتري في القناة يما هطلع لك من تحت السرير الساعة ثلاثة الفجر واعدك من بلاش تكمل الجملة. المهم. مرغم ان انا غيرت البايو دوت وشيلته خالص بس لسه الناس فاكرية ولسه لحد دلوقتي بيقولوا لي بقى هنطلع لك من تحت السرير هنطلع لك من تحت السرير. اللي ما زالة تلعب مع يوتيوبرز اللي هم عدد قليل من المشتركين وتدعمهم. محدش طيقني. مفيش حد عايز يلعب معي. انا مش عارف انتم مستحملين ازاي لحد دلوقتي اساسا. طيب يا شباب انا بقول كفاية كده. ممكن نبقى نعمل جزء تاني تاني لو حد مهتم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.